السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبتي في الله ورحمة بكم على قناتكم سوري سوري قاتو او مطبخ نيلة الأول حاجة حابت نعتذر على الغيابة متاعي للضرورة احكيم بنات تصطقوني مكنش بيدي الأمر ان شاء الله رحمة للكم فيديو بالتفصيل على هذا يا كله وكذلك حابت نشكركم بنات شكرا 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 على وقفتكم معايا على مسألتكم لي وعلى دعواتكم لي اليوم جات عندي صاحبتي ضيفة طلبت مني اني ندري لها تاجن زيتون لكن حابت نقدمه بطريقة عصرية بطبيعة الحال للأمانة بنات هذه الوصفة هي وصفة اوملوجين لكن انا غيرت فيها وطورت فيها بطبيعة الحال دي ما اقول لكم الاكل اذواق وكل واحد يحط لامستو ويضيف لامستو كما قلت لكم درتو بالرولة على اللحم والدجاج كما شفتو هنا يقول شو بنجا رائع بنين 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 تمنى انكم تجربوه وكذلك للسهرة عملت لها الطايف بقلاوة كم تحبو الوصفة حطوا لي لايك كبيرا وان شاء الله نعملها لكم بسم الله وعلى بركة الله نبدأ بسم الله وعلى بركة الله نبدأ اول حاجة نبدأ بها هي اليوم الرولة انا الرولة من فوروش رح نطيبو فلفور رح يجي شاهي مبنين كما تشوفوا كما قلت لكم في الوصفة هذه اضافت لمنسبتي وبدلت بعض الحوايش هنا عندي شوية فيوند الشي عندي ملعقة من شابلوغ خبز اليابس عندي شوية ثوم كما تشوفوا هنا عندي صدر دجاج ارحيدو مع شوية ثوم ملعقة اكل من الزبدة عندي باقدونس او معدنوس كما قلت لكم فلفل اسود عندي جمن الشرائح المتوفر عندكم عندي شوية كركم شوية فلفل اسود و شوية ملح بالنسبة للتوابل نسموها كما تحبوا اول حاجة نبدأ بها هي الدجاج هنا نضيف له شوية مع بنوس ثم نبدأ نضيف التوابل نضيف شوية كركم حسب الرغبة كما قلت لكم فلفل اسود ملح ثم نضيف ملعقة الزبدة و نضيف المكونات و نضيف المكونات ونضيف المكونات الكامل كما قلت لكم ان الرولاي نضيفه السود بلعكس يضيف بالفم سيضيف ملح و نضيف و يضيف بالفم نحاول ندخل كامل مكونات في بعضها وكان عادكم كذلك الكاري تقدر تضيفوه الجبنين هلاي اخذت ورقة زبدة دهنتي دايتي بشوية زيت ودهنت الورقة الزبدة هذيك باش نجي نروليه يترولع معايا بيترولع الدماء وبيقعدش راسقلي في ورقة الزبدة مع انو نعرف ورقة الزبدة ماتلا ساقش ميكالينك بش نسهلو علينا المهمة ثم نطرحو فوق او نحلو فوق ورقة الزبدة هذيك نحلو كوش بنات رقيقة من خليوها كوش جيدة ماشي خشينا خطر نعرفو راح نروليوه وكذلك راح نجي فوق الكوش اللحم المفروم مرفوق دونك احسن انو نخليوها رقيق نمر للحم المفروم اللي فوحته شوية فلفل اكحل وشوية ملح فقط من كثروش في الملح لانو راح نضيفو الجبن و الجبن فيه الملح كذلك ورحم طيبوه الزيتون دوك و الزيتون نعرفو مالح نحلو اللحم المفروم بنفس الطريقة الدجاج كذلك نحلو رقيق مش يخشين كمية اللحم المفروم بطبيعة الحال تكون اقل من كمية الدجاج كما تشوفو راح نحط اللحم المفروم فوق الدجاج اللي حليتو بنفس الطريقة تبعو الفيديو خطوه بخطوه يكون ناجح معاكم هنا اخذت الجبن نضيفو اي جبن اللي تحبوه الزوق اللي تحبوه هنا انا عملت مزيج بين و جبن الشدر جبني كما راح تشوفو في الصورة كما انا عملتها وبطبيعة الحال تسليم اللمسة متاح في الفيديو كما شفتو كما شفتو نضيف ورق الزبدة ثم نضيف ورق الاليوميون سخنة الفور متهي على ميتين درجة نضيفه في بلاتو وندخله كما راه للفور على ميتين درجة لمدة خمسة واربعين دقيقة نضيف الزيتون مع ملعقة اكل من الزبدة قطعت بالدجاج جسد الدجاج ثم اخذت بصل كبيرة وانا رحيتها هنا انتم تقدروا تقصوها ونقليهم مليح 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 بنت سر في الاكل هي التقلية قد ما تقليوا قد ما يجيكم مبنين وبطبيعة الحال دائما نقليوا على نار هادئة ثم نضيف التوابل اضفت شوية فلفل اسود شوية ملح شوية كركم وقصبر يابس هنا تقدروا تضيفوا القصبر كل واحدة والذوق متاحا كل واحدة كيفاش تحب كل واحدة كيفاش تناول البرمان متاحا هناك نستمروا في التقلية متاعنا سبق لي وحضرت معاكم مرتين تجين الزيتون بطريقتين مختلفتين بتقديم مختلف تقدروا تلقاوه مع القناة هناك كما تشوفوا نستمر في التقلية متاعي نضيف القليل من الماء باش ميشيطناش ويشدنا ونخليوه يتقلع على نار هادئة بطبيعة الحال بناتكي تمرقوا او مرقوا بالماء الساخن توجوه دائما الماء الساخن وتوجوه حاولوا تمرقوا على جنب متمرقوش في الوسط وإلا فوق الدجاج او فوق اللحم بالاحسن انكم تمرقوا على جنب باش نقهة اللحم ديك ما تمشيش وتقعد شدة فيه التوابل كي تمرقوا نحس كين مرق فوق الدجاج او فوق اللحم اني نخسله هنا كما تشوفوا ضفت الزيتون متاعي حوالي ضفت 350 جرام من الزيتون ضفت ورقتين رنت ضفت زوج حبات من الجزر وخليتهم يتقلعوا لمدة خمس دقائق ومبعد ضفت الماء الكافي اللي غطي للزيتون والجزر وخليه يتيب على راحت راحته حبابي كما تشوفوا هنا بعض ما طابل طاجين الزيتون متاعي صفيته نحيد المرق واحده والجزر والزيتون لوحده هنا المرق اذاك هو اللي بش ندر به الاساس ونسقي به الرولي تاعي هنا كما تشوفوا خرج من ملفور خليته يبرد شوية فقط ثم نحمره في مقلات على حاطت فيها شوية زبدة وزيت مش ما يتحرقش يعطينا جزء اللون الذهبي هذاكا الطاجين عفوا بالنسبة للمرق او اللاسوس اللي راح نسقي وبها الرولي متاعنا من فوق هنا يخليت اللاسوس هذيكا اللي طاب فيها الزيتون والجزر ضفت لها الجزر لحيت الزيتون خليته الجزر فقط ثم اضيف لها نصف قوب من الكريمة السائلة نصف ملعقة اكل من المطرد او الخردل وملعقة اكل من النشاء اللي بنات انا لسوس متاعي نخدمه من بالنشاء ما نخدمه مش بالفرينة بالنشاء يجيو نخفاف وبنان وما يجيوش اثقال على القلب اخدموا لسوس بشمال تاكم والسوس اللي هكا اللي تقدموهم مرافقين لللحوم وللاطباقكم اخدموهم بالنشاء يجيو احسن لبنان تجربوها وقولوا لي وكذلك رح نضيف سفار بيضة البيضة ناخذ منها فقط السفار ونضيفوه ثم رح نخلط جميع المقاونات بالميكسر بلانجون الميكسر بلانجون هنا يبشر حيلي الجزارة ذاك اللي يضيفوه الجزار يضيفها بنا على بنا وكذلك هنالي ميكسر بلانجون رح يسهل مزيج بين السوس والنشاء ليتكونوا كلاكيع او كويرات ذوك النشاء هنا نحطها على نار هادئة ونقعد نحرك فيها بالتحرك المستمر حتى لان تثقال ونتحصل على السوس ثقيرة رح تشوفوها لا تطلبس لكثير من الوقت لانه كامل المكاونات طيبين من خمس الى سبعة دقائق فقط كما شفتو هنالسوس متاعي بدأت تثقال نضيف لها القليل من الجبن المبشور تقدروا تضيفوها كذلك جبن كريمي اللي عندكم اللي تحبوه انا اخترت نضيف لها الجبن هذا خطر انحبوه ولدي يحبوه والسوس متاعنا واجدة كما شفتو الروري الدجاج متاعي اصبح جاهز الزيتون متاعي حطيتو على جنب وسقيتو باللاسوس جات هاي لدت بنينا 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 تمنى انكم تشربوها وتعطيوني اراكم طبق كامل ومتكامل نتمنى وصفة اليوم تقول نالت رذاكم واعجابكم اذا كنتم اول مرة تزوروا القناة نتمنى انكم تنضموا وتشتركوا وتفعلوا الجرس الى هنا دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة